بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو بعد إعلان ربطة الأندية النهاردة شكل الدوري في الموسم الجديد ليقام من دور واحد بين الـ 18 نادي ويتم تقسيم طبعاً الدور الثاني إلى مجموعتين المجموعة الأولى بتضم أول عشر أو أصحاب العشر مراكز الأولى في الدور الأول هيتنفسه على تحديد بطل الدوري وتحديد كمان الفرق المشاركة في دور الأبطال والكونفدرالية أما في المجموعة الثانية اللي هي هتكون من التاسع أو من العاشر إلى الـ 18 هيكون طبعاً بتضم الفرق اللي هيتم على أساسها تحديد الهابطين وهيكونوا فريقين من الهابطين النهاردة كان اجتماع مهم جداً جداً لربطة الأندية مع الأندية ولأول مرة من ساعة تشكير ربطة الأندية يتم عقد جلسة يحضرها رؤساء الأندية يعني محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسين اللبيب رئيس نادي الزبالج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كامل أبو علي رئيس النادي المصري نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت كل رؤساء الأندية تواجدوا لأول مرة بشوف هذا المشهد من أكثر من من عشر سنين ده كل الأعضاء لجنة أو أعضاء ربطة الأندية وأيضاً الرؤساء الأندية اللي تواجدوا في الاجتماع النهاردة اللي كان موجود في مشروع الهدف من المفترض تم الإعلان عن التعاقد مع شركة ألمانية من أجل كمان إدارة مسابقة الدوري في وجود وفي تكليف لعامر حسين طبعاً عضو اتحاد الكرة وهيكون هو المشرف على الشركة الألمانية اللي بتدير مسابقة الدوري الممتاز كل الكلام ده كويس قوي كل الكلام ده مهم جداً وفي طبعاً هناك من المعترضين على تطبيق نظام الدوري من دور واحد وهناك مؤيدين زي نادي أمبي مثلاً من المعترضين هنحاول نجيبه لكن زي ما بقولك كل القرارات زي الفل لكن الأهم من اتخاذ القرارات هو تنفيذ القرار وتطبيقها وكمان إنهاء المشاكل اللي وجهتها ربطة الأندية خلال الموسمين الماضيين ومش في كل موسم قبل بداية كل موسم أو لما نوجه مشكلة هنقعد نقول الموسم اللي جاي استثنائي بأن خمس سنين بنقول الموسم اللي جاي استثنائي الأزمة ليست في إقرار نظام معين لتطبيق الدوري الممتاز الأزمة الحقيقية في التنفيذ التنفيذ هو المشكلة اللي بتواجه الأندية والضغوط اللي بتمارسها الأندية عندما تحديداً تبتعد عن المنافسة على البطولات أو تقترب من صراع البقاء أو صراع الهبوط إلى الدوري المحترفين أو القسم التاني زي ما هو طبعاً معتاد بيتم تسميته لكن خلينا نقول إن الموسم اللي جاي هيكون بنظام مختلف عن النظام اللي فات وخلينا نشوف هل الأزمة فعلاً كانت في النظام القديم ولا في التنفيذ خلينا نشوف الأزمة الحقيقية اللي من وجهة نظري دايماً بشوفها هي عدم وضوح رؤية كاملة ويتم تنفيذها وبدون مجملات وليس من أجل مجاملة نادي على حساب نادي إذا حاولت قدر الإمكان تطبيق العدالة تطبيق العدالة ولا يوجد محاباة لنادي على حساب آخر أو لناديين على حساب بقية الأندية ممكن تشوف منافسة على بطولة الدوري ممكن تشوف منافسة حقيقية على بطولة الدوري وهو ده اللي احنا عاوزينه لأن ده جزء مهم جداً جداً من تطوير الدوري ومن تحسين سمعة الدوري المصري ومن الارتقاء من تسويق الدوري المصري اوعى تفتكر أن لما يكون نادي واحد وهو النادي الأهلي أقولك بالأسماء أو ناديين اللي هم الأهلي والزمالي مسيطرين سيطرة كاملة على حصد بطولة الدوري ده في مصلحة الكرة في مصر ده مش في مصلحة الكرة في مصر لكن لما يكون بيراميد بينافس لما يكون المصري البورسعيدي بينافس وهو مستقر إدارياً وفنياً ولأول مرة نادي المصري البورسعيدي يمكن من فترة كبيرة جداً قد تصل إلى عهد سيد متولي طبعاً أسطورة النادي المصري رئيس النادي الراحل ورئيس النادي الأسبق أن النادي المصري بيمر بمرحلة استقرار إدارياً من حيث مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي وفنياً من حيث طبعاً تواجد علي ماهر المدير الفني المميز جداً اللي بيخطو خطة ثابتة نحو أن يكون مرشحاً في المستقبل على المدى البعيد أن يتولى تدريب المنتخب الوطني ينقص علي ماهر الحصول على بطولة لكنه مدرب متطور بشكل كبير وله بصمات واضحة في فرع عديدة تولاها خلال الفترة الأخيرة لكن احنا هو النهاردة في أول اجتماع حضر الرؤساء الاندي شيء جميل جداً وشيء إيجابي جداً لكن الأهم هو التنفيذ الأهم هو إعداد ليحة بجد بدون النظر لألوان التشيرتات بدون النظر لجماهرية اللاعب اللي ممكن يكون يخطئ في التصرفات أو يخرج عن النص في المباريات أن يكون هناك أيضاً حماية للحكام وهو ده موضوح حلقتنا النهاردة أن الجزء أساسي من نجاح الدوري المصري هو عنصر مهم جداً هو شماعة من الشماعات شماعة التحكيم عندما تفشل الأمدية في تحقيق الفوز لكن هناك أمرين دايماً بيضعوا الحكم في أفص للتهاب الأمر الأول هو الخوف من عدم الحماية والخوف من أن يكون فيه جرأة في اتخاذ القرارات